كيف نحل الكلمات بها شدة إلى مقاطع صوتية؟ هيا نقرأ مع بعض الكلمة رمان ما الحرف الذي نتقط مرتين؟ نعم هو الميم نتقط مرتين إذن لابد من فكها أولا إلى حرفين الأول ساكن مثل هكذا والثاني متحرك والحركة هنا الفتح يبقى في البداية لابد من فك الحرف المشدد إلى حرفين الحرف الأول ساكن والحرف الثاني متحرك حتى نستطيع تحليله هيا نحلل قلنا من قبل أن في التحليل إلى مقاطع صوتية له قواعد ما قواعد التحليل؟ أن المتحرك دائما مع الساكن والمد مع الممدود وهنا نتعلم حركة جديدة وهي حركة الشت التي لابد من فكها إلى حرفين حتى نستطيع التحليل هيا نحلل رو رو إحنا نطقنا هنا إيه؟ را مضمومة رم والميم ساكنة إذن الحركة مع السكون هكذا يبقى إحنا أخذنا الميم السكون هنا تتفضل الميم الإيه؟ التي عليها حركة الفتح تتبقى الميم المفتوحة الميم المفتوحة سوف نأخذها مع المد لأننا قلنا أن المد مع الممدود ما نأخذنا والنون المتبقية في الكلمة نكتبها في البيت السالس ويصبح تحليل كلمة رمان هكذا هيا نحلل كلمة أخرى الصباح هنا كلمة الصباح بها لام شمسية وتعلمنا من قبل أن كل حروف اللام الشمسية الحرف الذي يلي الألف واللام لابد أن نضع عليه حركة الإيه؟ الشد إذن الصاد هنا هي الحركة التي عليها الشد لأنها نطقت مرتين المرة الأولى ساكنة والمرة الثانية متحركة فقبل البدء في التحليل لابد علينا من إيه؟ من فكها إلى حرفين مثل هكذا الصاد الأولى ساكنة والصاد الثانية متحركة بحركة الفتح طيب هيا نحلل الكلمة الصباح طيب أنا هنا فكيت الصاد لإيه؟ لحرفين يلا مع بعض الألف واللام دايما إحنا متعودين إنها تكتب إيه؟ مع بعض طيب أما الصاد السكون هنا هنا تكتب مع من؟ هتكتب مع الألف واللام هكذا أص أص لأن الحرف الساكن لا يكتب بمفرده نهائيا الحرف الساكن دائما يكتب مع من قبله أص بعدان مع بعض في بيت واحد لا يصح من شروط التحليل أننا لا نكتب حرفين متحركين مع بعض نكتب متحرك مع ساكن مد مع ممدود أص 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 باح هنا مد مع ممدود الباء مع المد بالألف فنكتبها في بيت واحد أص أص باح طبقة إيه؟ طبقة حرف الح نكتبه لوحده في بيت آخر ترجمة نانسي قنقر